زيان في السمهلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أفضال مولد كربلائي يا قلبي طاير من ظنوعي أسرع من دموعي يحتي عن موضوعي لحسياني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته ومشاعبال وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا قمر بن هاشم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا زين العباد صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا علي الأكبر صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان ورحمة الله وبركاته أحبتي مشاهدي قناة المهد الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الأفراح الشعبانية أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمني والبركات أحبة المشاهدين برنامج أفراح شعبانية الذي يأتيكم في كل يوم إلى يوم النصف من الشعبان على شاشة قناة المهدي الفضائية في تمام الساعة التاسع مساء بتوقيت كربلاء الحسين إن شاء الله تعالى وكما عوداكم في كل حلقة معنا ضيوب حسينيين إن شاء الله تعالى ويملؤون تلك الأجواء بحب محمد وآل محمد سلام الله عليهم أجمعين وأنا وإياكم نرحب بهم ونقدم لهم التهاني والتبركات وأبدأ أولا بالشاعر الحسيني السيد حسين الياسري حياك الله يا سيدنا واسعد الله أيامك إن شاء الله حياك الله أستاذنا العزيز أستاذ إبراهيم مبارك لكم هاي الأيام أيام شعبان أيام الأفراح أيام الحسين سلام الله يا عبد وشكرنا لكم على هذا البرنامج وعلى هذا الأضافة ويا رب لكم ضيوب خفيفين ونظل عليكم إن شاء الله على راسنا الله يسلم الله يحفر تقبل من عندنا إن شاء الله سد بابا أهلاك يا بابا أدروح سيدنا أرحب بضيفنا وضيف العراق إن شاء الله الله يخليك من السيدة زينب ومن سوريا الملة جهاد بكور الملقب بالزينبي الله يحفر من النقد حضرة ودادة سيدة ومضاء إمام الحسين وسيدة مولاعة برطر العباس وعليه السجاد والإمام الأكبر والإمام صاحب العصر والزمان وإن شاء الله روحي ورواح العالم الله يحفظك شرفتونا الله يخليك أنا مثل ما سولفنا قبل البرنامج نحن نخليها على حبه للبيت السوالي سلام الله عليهم هم يجيبون السوالي وهم يمشون فأنا أبدأ من السيد ومن رخصة الملت أنا كل حلقة أسأل خدام الحسيني هذا اللي أريد درس إلي ودرس الغيري وتذكير للمتحدث الذكر الخطوة مالتا الأولى تدري الخطوة الأولى دائما تخليك تعيد حساباتك كلها تشوف التمين بديت وين وصلت وين راح تنتهي فدائما أسأل وأقول الباية الأولى صعدت بيها بدرجة الخدمة الحسينية والحسين أخذ بيدك بهاي الباية وقال لك امشواي مثل الطفل الصغير شون كانت هاي الباية وشون كانت هاي الخطوة مش وقت هاي الباية طبعا حب الحسين ما أقوم إنه لا أوم لا كل شي ما أقوم أحب الله ما أحب الحسين حقيقة أنا الحمد لله وشكر بالوسط اليوم كل شعر يتمكن يكتب كل مجالات الشعر طبعا مو الأديني كل شي يقدر يكتب يقدر يكتب للسياسيين كل شي يقدر يكتب للأحزار بس لما نختص بالحسين يا أخي هاي رتبة أمانة الله يعني أنت شايف منتتان على طول السنة تقول ها السنة يدعوني لو ما يدعوني هو يدزلك رزقك فأنا علاقتي مع الحسين فد يوم احترقت أنا احترقت وقال له هذا الشخص راح يموت حقيقة يعني الأطباب بوقتها أيسوا انتجهت لبو فاضن والحمد لله والشكر رجعت للطبيق وقيت لدكتور باوة أنا رحت لخزينب وخزينب طيبنا والحرق ما يطيب التقليد فهاي معجزة أهل البيت الحمد لله قلت لك طلعت من المستشفى من الشيء قلت لأبو علي رد بدوياخ صفحة جديدة مع العلم أنا الأم الله يرحمها بس أنا وعندي أبوي رجات شبير وإخواني من غير وعندي أخواني من أبوي الله يحفظهم فقلت لك أنا يعني أخ قريب النفس ما عندي اختصيت بوخ زينب الله الحمد لله والشكر بديت بطريقة أخو في زيارة في العباس نعمل أخ الله نعمل أخ من الزورة بفاضل بالزيارة مالت نعمل أخ يعني تاذ إبراهيم أنا قلت لك أمانة الله بديت هوياهم وفترة أمشي لهم وأنا فاقد أموي ومن نمشي مكسور بإضافة أنت ما عندك شخص إصناد إليك الله فسويت مهرجان بسنة الـ 2018-2017 مهرجان نحر المذبوح هنا في كربلا مهرجان قطري فشانت وضعي تكل اشتعبانا المهرجان يعني فأنا جاءت لحكاية أمانة يعني وين ترسدني قتلة طلعت ما حكيت قتلة أبو علي إذا أنا عنده وياك غاية فإهلكني وإذا أنا قلبه وياك نظيفة لا السنة جاي أنا أريد الأمور اللي ما هي بحياتي تضطيني إياها أنا بيت شان ما عندي فأنا أريد السنة جاي أسوي هاي الأمور ببيتي واللي هو فضلك الحمد لله وشكرا شان الزوارة هطاك بيت ايه بي عائلة كريم شان اللي أطلبه أبو علي كريم إحنا منقول أنا دائماً منقول الثوب العليا من الحسين مو جاي جامل لا يشهد الحسين يشهد الله عز وجل ثوب اللابسة من الحسين سلام الله عطاء من الحسين مو أقول كتكوين إنه الكون كلاً وجد بفضل الحسين لا لا عطاء من الحسين أخيه اسم أبو علي أبو علي أفضل شوف والله السنة قاعد أنا بالموكب قلت لهم راح أطلب طلب قالوا هذا بي صعوبة طلب طفل يعني الحمد لله والشكر صار قالوا أبو يرى مو ولا قلت لهم لا ولد ينطي كريم واسمع العباس سلام الله قالوا راح الطفل يروح من عدك زين دكتورة وغيرها قلت لهم والله ما علي أشي هذا بكفال تخزينا سلام والحمد لله والشكر أهل البيت كرماء أيو الله كرماء ملجهات بوضع بالشام يختلف عن العراق والخطوات هناك تختلف والبايات هناك تختلف لأن إحنا خنكون واقعين ما قبل سقوط النظام حجم المغريات بالشام تختلف عن حجم المغريات بالعراق الله يكبر المغريات هواية كانت بالشام اللي صعب الشاب كان أنه تلقى أنه ملتزم بالخط الحسيني إلا أنه أنت محاصرة من كل الجهاد كانت أنه مرفه مالياً وكل الجوانب كانت بالشام متوفرة للمغريات شلون بهال الأمور هاي كلها المحيط مالتك وصرت أنت اليوم ملجهات بكور الزين بالتحديد والباية الأولى ويا الحسين أخي لي اسمه مولاتي زينب سلام الله هما واحد الحسين وزينب أخي لي اسمه سوف يعني من تذكر اسم زينب شيء أخي لي اسمه هاي احنا بأفراح وهاي الزينب سلام الله عليها عالم ثاني شلون بديت عالم هالثاني السيدة زينب سلام الله عليها انت شايف السيدة زينب وداير مدايرها كلها شنو مو شيعة صح غريبة هي غريبة صدق غريبة والله والله صراحة وراحكي بدهشة العامة سؤل ببراحتك بدهشتك السورية بينما احنا عشتنا بذيك المنطقة شو انا بيت يم السيدة زينب صلى الله عليه يعني دقيقتين اكون يمها السيدة مصطفى يعرف هذا الكلام السيدة المخرجة حياتنا سيدة مصطفى البيوش بيتنا عند السيدة زينب بس اطلع من حارتي فاشوف القب بقباب الله وين احنا اجواء السيدة زينب صلى الله عليه واجواء الامام الحسين واجواء محرم واجواء كذا فعناك مختفية شايف اذاك المكان احنا كم واحد يعني نعدون على الاصابع استاذ الظاهيم تخيل انت السيدة زينب قللك تعال حبيبي تعال يمي هي لقطتهم تلقط شلون تعال انت يمي تعال انت يمي تعال هتش احنا كم واحد فدعشرين واحد ثلاثين واحد لحد هسه ما شاء الله جاي يكبر عدد الشيعة بالشام وخارج الشام الله يوفق والله السيدة زينب وخارج السيدة زينب السيدة زينب عالم ثاني شون بديت سؤال في من هذا صوت نحن وطق بالحسين الله يخليك شوف استاذ انا انسان ترعرعت البيئة سنية قح سنية قح سنية قح اكثر ما اقول لك وهابية هجموا علينا راضي يطلعونا من البيت بالشي لان شيع احتيها هيتش بالتفصيل اجوا ويامنا وحاكونا ولازم تطلعوا من هذا المكان وانتم ناس مو من اهل هذه المنطقة وسيري زين بتهمكم ما بتهمنا هاي 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 هالكلمتين نفس العبارة نفس العبارة انا احكي لك ياه انا صغير كانوا يكتبون سوف ترحلين سوف ترحلين يكتبون على الجدار سترحلين يا زينب الله فانت تخيل كل هذا كل هاي المواقف بس راح تجيلها كيش شوية راحت وانت راح راحت بس دائما وين ام وين تاخذني ابوي وين ياخذني دائما بالصحة دائما يمسي دائما دائما مصبح ممسي يمها الله نهادك والله مصبح ممسي يمها وسبحان الله اشوف باسم كان يجي بالالفين وخمسة ام يتاخذني للحسينية تحياتنا الابونا من الباسم لا والله الله يحب والله تاخذني اقلها ماما ان انا امنيتي اصلي نفس هذا الانسان امنيتي ان اطلع على المنظر سبحان الله والسيدة زينب ما ردتنا فعلا امي راحت طلبة تنسي لزينب ان هذا الكم مؤدي هذا تبريء لكم وفعلا بخير اسمام وولاتي فعرعنا بحب محمد وقال محمد بالعافية عليك الله يخليك الله يخليك ما عدنا ايام زين ابو الحسين نبدو يا ابو علي السلام الله عليك يا ابو عبد الله حسين الياسري فدو اروه لك سيد جاسري ابو علي عندما بشروا الامام علي عليه السلام وضع امي بولادة الامام الحسين فقال ان يا طلعت ورد ويا ختمة القرآن مولاي طلعت ورد ويا ختمة القرآن يا بسمة فرح ياسر الاهي لبيك حسين نبهار خير الزهرة طلقت بيك صاحت يا علي ايه يا طلعت ورد يا ختمة القرآن يا بسمة فرح يا سرع الله بيك حسين نبهار خير الزهرة طلقت بيك صاحت يا علي والله استجاب عليك وصاحت يا حسين نبهار خير ردريك صلع لنا بوقت بسلام عليك يا أول بشار يتبقى ها حيدر بيك الله في دواروح لكم حسنت الله يوفقك في دواروح لكم ارجع الملجهات الله يخليك السعر يفاهي قصيدة تسولب بيها انت ويا الحسين تتردب بيها دائما عندك لو لا لو تقراننا من الموجود من الموجود لأنه سباك وإمام الحسين كلها عالم عالم الأحزان صراحة اشوف من أذكر اسم اليوان حسين أو اسم السيدة زينب أنت تقتلق تقتلق سولف براحتك حتى لو حزن سولف طلح حلب السعر إبراهيم أنا جيت إلى هنا حلم الله كربلا كربلا حلم خلي سمعون تلعدهم نعمة الحسين بالعراق ويمنعون عوائلهم وأسرهم من زيارة الحسين من زيارة الحسيني والله خلي سمعون اللي خارج العراق عنده حلم تتحقق بكربلا قاطعتك وسولف حتى لو حزن الله يحليك حسين لا سولف غضراحتك أريدك تطلع لبقلبك أقلها المولاتي زينب سلام الله عليها أنا الحمد لله وصلت بخير الله بس أنت شلون مولاتي الحمد لله وصلت بكربلا بخير وقول شلون وضعك حتيلي اتعلميت منك يا عزي أنا بالصبور وفكر بلال عباسنا غير الله 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 ها قد أضلا بشمسه شعبان موفق قد أضلا بشمسه شعبان الله 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 شهر به تتبدو الأحزان الله الله رباه فاطم يا رب فاطم رباه فارزق فيه كل أحباتي الله ما يأملون فداء بك الأحزان الأحزان بمحمد طلحة طلحة والإله دام عليهم ذكر الصلاة ذكر الصلاة ذكر الصلاة الله ما دامت الأزمان صلوات اللهم صلى على محمد وآله شعرها يا حمد الدر العامل الله يحفظ شيخنا العزيز الله يحفظ إن شاء الله الفاضل موفق مننا خنياني لك هاي الحنجر في خدمة سادتك ومواليت إن شاء الله دوما وابدا سيدنا الردلك في دوروه لك السوالف وملحها عدنا بالعرب وبالعراق بالتحديد خصوصا ويا الخارف نختح التحديد بالعراق عدنا ملح المجالس وماتح لسالف وقضاء الحوائج وكل صغيرة وشبيرة والطفل من يقوم ويقعد ومشاكلنا وطلايبنا وحتى معاركنا أبو فاضل كلها حضر بي أخي زينب كلهم حتى معاركهم هناك نصارت بسوريا سمت باسم العباس أخو زينب أخو زينب وإحنا بعد كنا أبو فاضل لازين بسدة ما عدنا غيره كله أخو زينب ما عدنا غيره زينب أستاذ إبراهيم ضاقت بي قبل فترة فجيته بس عانى بينهم يعني زيد عمك العباس عالفترة قتل جيتك يا أخو زينب مثل جيت النوب جيتك جيتك يا أخو زينب مثل جيت النوب راس حساً والقلب مخصوط لاذي بسدك فائز و أبدى نماينة ع着 خسرات اللهم نقل نعادان و أبدى نماين ع setrot و الله و لهم أقضاه و النح seria BE UFADLY شنح NCT كمل كمل سؤال فудهم ف فضيت و ا оп Weg تحدث مولاي أستاذ براهيم اولا shut up من نذكر اسمه المشاهدين ياردون يسمعون الملة ذكرت سيري زينب سلام الله عليها فمولاي العباس يقول ما لي فخر بخوار ينوون القنيص ما لي فخر بخوار ينوون القنيص ويشدون اركاب خيلهم على شيخ الرجالي الله وما هقيت نفسي ترضى بشرب الماء وحسين تسلب عياله يا حادي لو رتت حدقوا لليصير واذكر العباس عن رافض العزو الدلالي السهم مولاتي زينب تقل سهم قبل ابو فاضل من رخذ عيني ترى بطاحت شفوفة انتهي سنيني الله ايه سهم سهم قبل ابو فاضل من رخذ عيني ترى بطاحت شفوفة انتهي سنيني وسهم لو ما ابو فاضل ما طلع لك صيد الله سهم لو ما ابو فاضل ما طلع لك صيد العفية من ينجتك غير من عينة تقوله خوي ماتوا مننا خافة ولا يرد النوب لذلك قطعوها في سيف تشفينا الله ساد إبراهيم وشبهم ابن البدوية شهم ذبع خوال الخاطر حسيا الله أمو تقل له عفية عفية فرح سكينا هذا البيت شي فخر بين الناس الرايد مننا حاجة يحلف بحسينا أو نهر ما عند غيرة العطش كافر تان نهر ما عند غيرة العطش كافر تان من يما وصل أذكر سكينا قالش لو نشربه وبتخوي بعوز عهد لو ما يجيب اللون تتشفين وما قصر وفاهة المتال عباس من قالت لما ينطاها تشفين الله في دور الله هاو بيوم الصاح الزينب قاموا لي ما يصيح تخيل بيوم اخو زينب والنعم ودانا للهوسات احنا لو نروخ قصيدة اتحوس اهوس انا امان القصيدة ربطتها برباط اتحوس اذا اذا ضعيكمры عملي العباس اختها اقول حاال بطف الحالة إذا عمر الطفل سنتين يعلمون بأسام هواي لكن ما يعدهن زين الطفل ما يقدر يعدهن زين بس عباس من حيدار من صغره ويصيح حسين يقضيها كل حاجة الكافر يقضيها كل حاجة الكافر اليوم زين بضحك ومستبشرة موليد العباس سبع القنطرة يلا اليوم زين بضحك ومستبشرة موليد العباس سبع القنطرة موليد العباس سبع القنطرة من ولد كافلها البكير يدللها حضرت محفلها حضرت محفلها بالولادة بالولادة القو مرضوانة وزهرت دنيانة تلهل وفرحانة تلهل وفرحانة بالولادة بالولادة هالله هالله استشبشرت هاللياله استمشرت هاللياله كلعبة وتناغيله وبين يديها تشيله وبين يديها تشيله بيل ولاده بيل ولاده مخر اتصيح سبحان الاله الصورة بمولد العباس سبح القنطران برايتم قمطينة كافل مسمينة احزام ظهر حسينة احزام ظهر حسينة ابو فاضل ابو فاضل الله هو مرجع غيره هو مرجع غيره صرصح بتفسيره ابو وصفة بحيرة ابو وصفة بحيرة ابو فاضل ابو فاضل الله هالله اليوم زيانة موفق ضاحك ومستبشره بمولد العباس سبح القنطران والنعم من المفارد الله يحفظه ان شاء الله ان شاء الله على عبد الحسين الكربلاي والنعم والنعم من الساد علاء عبد الحسين الكربلاي تحياتنا الى احول الله يحفظه ان شاء الله الله يوفقه بعد من الاسماء المنبرية المهمة الله يوفقه واخونا ابو كوميل وغيرهم من الشعراء الله يوفقهم اخوين ارجع لك سيدنا والله انا انا يقولون كل من احنا نصول في هتش بالعامية كل من عند عمامي تباهب عمامه زيان انت تباهب عمامه انا اتباهب اقول يلتنشد هاي مرخصتك استاذ ابراهيم تخوص له قصيدة هي راح تجب محلها يلتنشد علينا لا تقولي منيا يلتنشد علينا لا تقولي منيا سادة وياسرية واحنا جدنا حسين والنعم منكم اروح لك السهم السهم خطار جانة ورحبت للعين الوادم لو تقع بالضيش تنخب جدنا بلتشفين ولا الحق الشي بين الناس انا المنس للزهرة الله الله حق من الشي بين الناس انا المنس للزهرة فدو اروح لك ايه والزينب ايه هايردا وديها امانة احنا زينب ما وصلها ما ازايرها الله ايه والله ابد والله انت هاي يا زيارة اليك الكربلة ايه ثانية انا صار سنتين امانة الله عندي ابوي رجال مريض قلت لابوي السنة خلنا وديك سبحان الله يعني ما قاسمة فمن تتوح زوار ايه ايه فكتبت هاي القصيدة ايه هاي مينة امانة يعني امانة ايه وصلها امانة امانة زينب وان شاء الله نزورها ان شاء الله نوصلها ان شاء الله ان تقراها هاي هناك ان شاء الله قلت الزينب ايه ان شاء الله 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 خذينب براي إذا يغفى يغطون آهام براي إذا يغفى يغطون براي إذا يغفى يغطون ملعابة كان وسيف ينطون الله الله خذينب ملعابة كان وسيف ينطون ملعابة كان وسيف ينطون ملعابة كان وسيف ينطون كان وسيف ينطونا ومن زغرم خوف السيافة من زغرم خوف السيافة من زغرم خوف السيافة من زغرم والنعم مننا بفاضل والنعم مننا بفاضل أنا أعتبره يعني أنت رزق اليوم حقيقة هذا رزق يعني والله والله أستاذ إبراهيم هنيالك والله العظيم عليك ضيوف هنيالي بكم الله يوفق لك خصوصا أننا اليوم الشمبي ريحت السيدة زينب سلام الله عليكم الله يخليه خذوا أروح لكم نحن نشوف نسوي تعهد بينا أنه نحن كلما نزور الإحسين نزور لك نيابة وياك وأنت كلما نزور السيدة نزور لنا نيابة وياك مقابل بأجر أنت علينا محرومة إن شاء الله ترد لك إن شاء الله ترجع إن شاء الله ترجع يعني لازم مجبور يعني مو قضية أنه لا أقدر مجبور بس هالسنة لازم أغيب لأنه هالسنة راحوا ملفات سيدتي عذرنا ملفات سيدتي ومولاتي القلبي جاي يتقطع الله علي إن شاء الله ترد لك أول سنة ما أحضر يعني إن شاء الله ترد لها سالم وغانم إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله وبصحنها هناك إن شاء الله شايف الصحن الجديد؟ لا الله إيه حتلنا إن شاء الله أكثر أنت جاي تحرقي قلوبنا إيه والله شايفين والله أنا قلت له قلت له ما أريد أجي لكن قال لي لا سيد راهيم يريدك سيد مصطفى بعد سؤال الله يسلم سيد مصطفى الله يحبه إن شاء الله الله يحبه إن شاء الله الله يحبه إن شاء الله أخويا هل سيحنا يما بفاضل لديك قصيدة كاملة لو هوسات أخذي أنا أخذي أنا بش نحتي لإحنا قصيدة أريد قصيدة هيد شي طويلة قصيدة طويلة تسمحها للمشاهدين كاملة أنا أريد الملع هلت لن سمعتنا بس مقاطع إيه أبشر بس إحنا شريد هس أرجع للملع اسمحني إيجي لور الملع إحنا لا لا لس شمر الطوبة هناك لا إحنا ما أشمر هذي أهمك طيب السادة السادة وعبودة خالوا بنخذ أيهو أي والنعم لا والله فإحنا الملع حقيقة صاحب خطوة وطمعانين به وإحنا ناس قلوبنا كلها حزين وعلى ساعة فاشخوننا من نطلع من الكادر ملع خلي حتلنا شعبانيات يعني ما رح تنطينا قصيدة كاملة لا 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 نطي قصيدة كاملة بسر الشعبانيات أنا أرجع لك بس أخذ منك القصيدة إذا ما وجودها جاهزة أنا خادم أخذ ينب سلام الله عليك أخذ ينب سلام الله عليك أخذ ينب بس أنت أحضرشت لا أعرف إيه والله خوش تحضرها بأن ما أروح منك حضرها قلت لك أنا كبيت قبل لا يقرر مولايباء عبد الله قلت لك أريد أطلب طلب يا حسين وانت تقدر الهاية لا رايد بخت لا جاه ولا رايد ذهب لا صيد كل الرايد دم أولاي عمر يطول مية عام حتى تخدم المشاية إن شاء الله في دور الله عمر يطول مية عام حتى تخدم المشاية في دور الله إن شاء الله نعافي عليك أخويا ضغري لا أبو فاضل قصيدة كاملة كاملة يا الله مو هوسات لا لا قصيدة قصيدة كاملة لا أبو فاضل دخيل اسم دخيل اسم زينا أنفاس الحسين عباس أبو فاضل الله عباس أبو فاضل وإحساس الحسين عباس أبو فاضل ضغري تفكر بعد كافي للعيلا ليرد العيلا ليغث الكافي الالف يا ويله الالف يا ويله كلف ومعتب الشجاع مرتب بحربهم فنه العلي يتغلب العلي يتغلب أمير الكلمة سراج الخدمة نحبة وفدوة نروح الاسمة نروح الاسمة أحب وفدوة احكايات الحسين عباس أبو فاضل بسمات الحسين عباس أبو فاضل والله احكايات الحسين عباس أبو فاضل بسمات الحسين عباس أبو فاضل إحساس الحسين عباس أبو فاضل جميل أفضاله العقل ما شاله الصفات الشامة سبت عذاله سبت عذاله سبت عذاله سبت عذاله إمام الغيره صعب تفسيره ليريد بغيره ليريد بغيره يظل بحيره يظل بحيره خفي يلطافه عظيمه وصافه حسين والله فقط بشفافه فقط بشفافه أسرار الحسين عباس أبو فاضل 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 أسرار حسين عباس أبو فاضل أسرار الحسين عباس أبو فاضل شوكت ما يعجبه يفرها بيده غضبات الحسين عباس أبو فاضل غضبات الحسين عباس أبو فاضل غضبات الحسين عباس أبو فاضل صلاة الحسين عباس أبو فاضل ولي النعمة الحسين بدمه درامته هامل يريدي حجمه يريدي حجمه شبير بزوده وفى بعهوده ليدور شاهد الدليل زنوده الله الله الدليل زنوده نبح النية يفيض بمية الفرات قباله يصير شوية أسباب الحسين عباس أبو فاضل أبواب الحسين عباس أبو فاضل يلا أسباب الحسين عباس أبو فاضل أبواب الحسين عباس أبو فاضل الله يا كريم بنفسه يحير درسه كريم بنفسه يحير درسه الحسين بكبره وعظمتي قدسه الله عظمتي قدسه كريم بنفسه يحير درسه الحسين بكبره وعظمتي قدسه نعم بس هو يفوح مروه لذلك أصبح عطر للخوة عطر للخوة عطر للخوة نعم بس هو يفوح مروه لذلك أصبح عطر للخوة عطر للخوة الطفوف الشاهد بدماء معاهد بدماء معاهد اللي ذا من عندة نخلق بس واحد نظرات حسين عباس أبو فاضل أ أمسة حسين عباس أبو فاضل انظرات حسين عباس أبو فاضل أ أه آه همسة حسين عباس أبو فاضل اعضب أبو فاضل أبو فاضل فتح حوزة للرايد وفة وحساس وكفو أبو فاضل فتح حوزة فتح حوزة للرايد وفة وحساس مرجع صار وترجع لجميع الناس الله الله تكون حسيني تكون تقلد عباس ولبسك عباس عمامة ولبسك عباس عمامة ولبسك الله الله ولبسك عباس عمامة إن شاء الله كلكم بأمة الخدمة تتحممون إن شاء الله وبأقال الخدمة تتشرفون عند الحسين إن شاء الله دليا وآخر والله هني عالنا اليوم هني عالنا بالملة وبهاي الأيام المباركة نحن حتى نحن نخدم بالقادي هاداش نحن يمروا هالوجوه الطيبة والله ما تفارك ولما إحنا تعبنا الولد اللي خلف الكواليس بس اللهم ربي وفقهم شاء الله قضاء الحواجه هم اللهم ربي سيدنا أنا وأنا راح محظر لك شوف شفت القوة هنا يقول لازم تجي ردة الفعل شوف ردة الفعل ترى الخدام لهم حق علينا الله يخليك يا رب الخدم لهم حق وأكو ناس ضحت من أجله للبيت لماذا؟ راح أسمعك هاي القصيدة أما نهجت على بالي قلت لي قلت لي أخو زينب وفقني قدام أستاذ إبراهيم حبيبي يا رب يا رب كلك موفق الله يخليك فما أعرف ربيت قدامه هاي القصيدة شاب من أهالي كربلاء بالفتوى الجهادية هلو راح مجاهد فتكون الراتب اللي عنده بأول سنة أجى الأمه قالت لي يا أمه شتريين تعرف الأم أنت تشوف ابنها صار عندها كن فلس تفتر لو تدور لمرة لو تدد لسيارة فهذا كان مشروعا يختلف مشروعا يأسس موكب للإمام الحسين يعني الراتب مال شنو مال موت مال جهاد والمن يجيبه يطيص صاحب الجهاد شوف هاش قد شبيرة الله يشهد على هاي القصة يعني فملا أول سنة أسس الموكب قاعد بيه السنة الثانية قالت لي أمه خلنا زوجك بعد قدت حلمك أسسته قال لا يمه خلي خلص هذا العام اللي جاي بخذنا الطريق الحسين وورا هعود نفكر إذا الله قاسم الصغر فمرينا يعني مرينا بالسنة الثانية لقينا أمه حاطة صورته وقاعدة بالموكب ما عندها أحد يخدم الله أفك فأنا حكيت عن حال لسانها الله أفك أي يعني أمانة الله حاطة صورته وقاعدة بالموكب زين أو تتمنى بينها يتزوج بس هو نال طريق الحسين وطريق الشهاد بالعافية أي بالعافية عليه فحقق حلمه وراح فتقول مو هس وقتك بالقبر أو بعدك زغيرة على الصبر ما ماخذ انت بدوره يما مو هس وقتك بالقبر أو بعدك زغيرة على الصبر ما ماخذ انت بدوره أو كذبرت جسمي من القهر تيه في الظكر بس صورة ما تدري أي وكذبرت جسمي من القهر تيه في الظكر بس صورة أو ما تدري أمك بس توين ترى الشيعة عيدهم عاشور فرحتهم الحقيقية هو خدمة زوار الحسين يقول له ما تدري يما ما تدري أمك بس توين أو بالعيد قضتها حزن متغير حالة باحة من قهرموش على الحصل على القام بايع قاحة وقالولي عن العيد يجي يجي والتم وانت اصحابك أخوان كلها تجمعت محديد ببابك يا يمي قالولي قالولي عن العيد يجي يجي هسا احنا بشعبان بيوم 15 الكل ثلثة متروح يمي العسين ليش؟ أبو علي هو سعادتنا هو فرحتنا هو الأم هو الأبو كل شي يبيده كل شي يبيده والله فقالولي عن العيد يجي يجي والتم وانت اصحابك الخوان كلها تجمعت محديد ببابك يا يمي مرني لو حلم خلينا شم اترابك وبعد الولد ايه يا يمي مرني لو حلم عيدة عيدة بو حبو وبعد الولد بول درس ما صفق بعين الشمس وسوال فتخب العمس راي الشهادة معرس للمقبرة يزفون راي الشهادة معرس للمقبرة يزفون سنت تبتم اليوم قصائد أتكم أم الأطاوي سمي فدوا اروح لك فدوا اروح لك الله يرحم شهدات الله يرحم كل شهدات ويرحم كل خدام الإمام الحسين ويحطط كل خدام الإمام الحسين يا سيدنا طلب أخير أرجع أطلبه بعد ما روح مل جهاد عندك قصيدة للإمام المهدي أبشر إن شاء الله أنا أروح إلى مل جهاد وأرجع أسمى أبيات الإمام المهدي أبيات الإمام إن شاء الله الختام يمك قصيدة كاملة فدوا أروح لك فدوا أروح لك للإمام المهدي قصيدة كاملة يا الله تقراهم موشح تريد براحتك لي أجبع يسلمك الله الله ما أعجلي ولا يكبرت والله لواحد مني يلتزم جاء العياد يوميا توفيق والله مو كل واحد يحصل والله مو كل واحد يحصل أنا صار لي بالعراق ويحصل لي ستة شهر أه فعلا أنا دائما متابع علي كل ما أصير بأربعين يوم أمون قلت تخرى أربعين يوم كل ما أريد أوصل للأربعين يوم فايز يوم سبحان الله يا أما ما تصحى يا أما كذا عارض يصير شي يصير شي أقل لي متى نرانا ونرى يا الله متى ترانا ونرى متى ترانا ونرى دخيل اسمك وعلي أنا مهدينا تدرينا مشتاقين وعلي أنا مهدينا تدرينا مشتاقين الله يشهد الليل ونهاره صرنا من شوقك حياره منتظر ما تطفنه يا أبو صالح يا أبو صالح حديم يشهد الليل ونهاره صرنا من شوقك حياره منتظر ما تطفنه يا أبو صالح يا أبو صالح جيتك نحسب ثواني احنا من شوقك نعاني ساعد الله لي تاني يا أبو صالح يا أبو صالح وينك شام تهوى يسأل وينك ما بقاعدنا أمل وينك يا أبو صالح يا أبو صالح يا أبو صالح تدرينا مشتاقين أذنت بنا الضماير حركت كل المشاعر الله احنا كل جمعه ننطير تيرجعلنا تيرجعلنا الله أذنت بنا الضماير وحركت كل المشاعر احنا كل جمعه ننطير تيرجعلنا تيرجعلنا plutôtح يا أبو صالح يا أبو صالح تيرجعلنا يا أبو صالح وقاله وادعو واندعامه إشوى كتب الله يا وينك تيرجعلنا تيرجعلنا اه 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 غايب انت يا ماي السماء غايب الوجهك نحس بالظلمة غايب الله الله ليشو سفاطمة غايب غايب الله الله تروينا مهدينا تدرينا مش داقين تروينا مهدينا تدرينا مش داقين مش داقين الله يحسن ان شاء الله مولا يقول على اتشار دا تسوي مداخله هدو اروح لك لكم شابح العين هلا بخدامي لحسين الله لكم هلا هلا بخدامي لحسين والله ما نسيته على الموعد جيته جيته اليوم توفون تواسون وتعزون مولا يب الصالح يقول جبتوا ياي ماعون اترسب دمع العيون او ترى غال دمعكم اضمنه هناك لكم رصيد لكم يا طيبين هلا بخدامي لحسين هلا بخدامي لحسين الله اوه فدو اروح لك خالي خالي وثلثين الولد الخالة وتنعب منك فدو اروح لك انا دائما اسمعها خالي وبنختي لا احنا معبودة شوف احنا عبودة شوف هي خلت افصل انا هسا السناجر اقربة بينيناتكم لا لا مقربة عشيرة كعشيرة السنجري هي العشيرة الاساس في قبيلة عبودة اه قبيلة عبودة يصبحون خوال السادة يعني السادة ما اخذين نسوان من عبودة فاولادهم يصيرون هالشي كده ايه فاول عبودة والعراق كله على راسة عم هذا كواعي يقول كلتين الولد للخال وحقدت نوم وسبخال والخال يا بعد روحك سيدي ايه والله فدو اروح لكم انتم فخرنا انا اتعلم منكم الله يحبظ انا اتعلم منكم اصلا يعني وجودي انا خاف خاف يعني انه ضايقت او كده لا بالعكس انا اتعلم منكم انا انا حقيقة باسمي مرسط استاد ابراهيم يعني اللهم بحق الحسين دعينا دائما اللهم بحق الحسين وبحق خدام الامام الحسين وبحق كل دمع نزلت على الامام الحسين يا رب ان يرجعكم سالمين غالمين ويا ربي ترفع هذه الغمة عن هذه الامة يا رب وامه جايب تابعني ننسوه الله يوفقها ان شاء الله تتعلم ابوي الله يحفظ الوادي يا الله ابي عماد انت بنص اهلك انت بنص اهلك وانا اهلك الله على رأس الله يخليكم الله يحفظ ان شاء الله يحفظهم وتردلهم سالم ايضا وياي الاخ والحبيب مرتضة فهذا الزلمة شرفنا ولد ما جاي يصير عنده فإحنا بالإمام المهدي والله أنا أخوي وبحقكم عد الحسين أخوي صلت 13 سنة 13 سنة أو 14 صلت 13 سنة والله ولحد الآن فهو يريد يجي إن شاء الله اللهم بحق هذا اليوم أنتو ذكروني في ليلة النصف من الشعبان طاحب البرنامج نسوي تسجيل أسماء خاص لقضاء الحوائش توضع فيه شباك الإمام الحسين فذكرونه نكتبها لأنه جربت عندنا في حلقاته نكتب الأسامي ذاك اليوم أحد المتصلات اتصلك قالت كتبت اسمي أنا هسا صار عند طفل اللهم صلى على محمد شباك الحسين مجرد هل لي اسمك بي وحاشتك أصيرت الطفل أنا خاب قاطعتك لا تموسكليت بي اليوم سنة عباس جبرائي بافاق السمينادي شينادي؟ أنا الهزيت مهد حسين منه اليوصل مجادي الله الله سمع عباس جبرائي بافاق السمينادي أنا الهزيت مهد حسين منه اليوصل مجادي قام وجاوب العباس تراني بيوم ميلادي احسين الي هزكاروك وهو العد incidence مهد أخوتها والخوة صارت يوم صار العباس والخوة صارت يوم صار العباس والخوة صارت يوم صار العباس مولا ترملا سلام الله عليها ايه اتقل لا تفرح بحنتك لا تفرح اتحاش القاسم اتقل لا تفرح بحنتك عرسك دموم نعش ماكلي لماك تبقى مهضوم شسيفك يا يمه يا الولد قوم عمك بالحومة بلا والي او شد سيفة ابن الحسن شد سيفة وتحزم قام لاواها وترى السبعين الف طشار خلاها مو جسام كان عباس طباها والتفت بعيون الحومة وقال اولع لهونك خلص نص جيش والعباس بعدش لون ترضاها ايه القاسم زغير قال اولع لهونك خلص نص جيش والعباس بعدش لون ترضاها استحا ودنق وراد بكل طريقة يموت الله 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 ونسى الباقين كلها برجلا داشاها واتباها وبيه عما وخالها الله алог І mich Reza reck وأنت من الشام زينت من لا من السيدة زينب هذا خوش نسبة إن شاء الله الزينبي من مدينة السيدة زينب إن شاء الله فخانتك اللحجة لا إحنا مربصتك خالي أنا في لقتك المهم تعبر إحنا الأهل هو متابعيننا هس من السيدة زينب فنريد نعدهم خطوات خاصة يدعوننا بها من السيدة زينب للمشاهدين ومتابعين جميعا يزورون عنهم وأن يحفظ هذه القناة ويحفظ كادرها ويحفظ أستاذ إبراهيم الشباب اللي يخلف الكواليس أمان اللي تعبناهم وتعبناهم ومنعوا فرأس خدامك بدو أروح لك شرفتونا اليوم الله يسلم يا أمو الأجيهات ويا سيد حسين بدو أروح لكم وأجركم على حسين إن شاء الله وهو الأجر الجزيل يمه تهوس لو قصيبة قصيبة بس قلت لك عليها بداية قبل ما نصور همتنا نسالف على زينب الله خلنا نختمع زينب نختمع زينب سلام الله انجدد عقيدتنا 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 زينب أميرتنا 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 انجدد عقيدتنا 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 الله زينب أميرتنا 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 يشهد علينا الله هل عهد ما ننسى يشهد علينا الله هل عهد ما ننسى يونه هو أمتنا 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 زينب زينب أميرتنا 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 السلام عليكم الله يوفقك أنا خاطب مولاتي زينب قلها مولاتي أمرو تشوفقين الزيارة هاي الدمعة غالية اي والله اريد زيارة تشوفقين الزيارة ما أريد غير شي وانت كريمة بالتجوات والنعم شكرا لكم شرفتونا أحبتي مشاهدي قناة المهد الفضائية شكرا لمتابعتكم وليحسن استماعكم وأزغائكم لحلقة اليوم من برنامج أفراح شعباني في الختام أنا وإياكم ندعو لصاحب العصر والزمان اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه شكرا جزيلا إلى جميع الأخوة العاملين وإلى المؤسسين وإلى الإدارة وإلى كل المساهمين في وصول هذه الصورة إليكم أحبة المشاهدين إلى حلقة يوم غد في تمام الساعة التاسع مساء بتوقيت كربلاء الحسين نلتقيكم في أمان الله وحفظه ينفس مهلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلاء ينفس مهلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلاء يا قلبي طير من ظنوعي أسرع من دموعي يحتي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيت قلبي يشبه بيت وأنا زايرت يتايرت يتايرت وبشعبان شعبان ضوطني أخذ